مشاهدي الكرام مرحبا بكم في لقاء رياضي جديد هذه المرة سنناقش قضية طرائف الكرة القادم المغربية كرة القادم المغربية ليست فقط نتائج إيجابية أو سلبية ولكن أيضا هي حبلة بمجموعة من الطرائف هذا الموضوع سنناقشه مع سي محمد شروق صحفي ومتسبع للشئ الكوروي منذ 73 يكسي شروق اه فعلا منذ 73 يعني من زمان والشغوف بكرة القادم والذكرة دي لك تحتضوها العداد دي للطرائف اللي احتلت لهم في المعلوم خاصة بالضربيضة خاصة الملعب الأبجي يقول لنا ملي بدي سنة كانت تفرج في كرة كان الملعب دي المركم محمد الخميس كان مقفل على الإصلاح استعدادا الألعاب دي البحر أبي المتوسط 83 وكان الموبايل حتى السنوات في خمسة السنوات كان الويداد والراجا والنجب الشابة والطاس وهذا كي يستقبلوا في ملعب الأبجيغو من الطرائف اللي كنذكر في 1978 كواحد ديربي وبين رجل الويداد كانت واحد الكوفره قبل ما نصلوا للديربي بغينا غير نعرفوا القيصة ساعد درب التخطأ اللي غاستدار لنا لها يعني شكون كل لعب اللي مورا درب التخطأ أوش من اللاعب تاع الويداد ولا تاع الراجا أو لا؟ لا كان درب التخطأ دي للويداد كان معروف كنت سحيطا كان معروفчи أذكك الساعة محيطة دك اللي اصير ، ولكن بأولك يضرب خمانه البايagers بجيء يج Angel و conditioning أذك الساعةrés Bic вдent vernacular كانت تلعف طريح بالفرام BOử بعد ذلك ساعة بدائنا 기ضري عن SU 테� Fehl في هذا السنوات um ras في خط المربع المربع يعني كوفرون وعرض ما كانت النتيجة تخريبا لك الساعة؟ كانت النتيجة لا أتكلم عنك لا أتكلم عن النتيجة المهم جاءت عن كوفرون وقلت لكي تسنى صحياته يضربه ومهمه ويقضوا الرازق يقضوا في الحيط وويداد كيف يصدر كوفراء وصحياته يوجد وجاء الحكام كان الحكام لاراش كان الحكام كبير ويصدروا كورة ويقضوا كورة ويقضوا كورة ويقضوا كورة وكل شيء يرى هو صفر مئة صفر مئة وكان في الشعوط الأول وويداد احتجوا ويتم احتجوا الويداد ويقضوا الجمهور وكانت ثقافة القانونية ومعالي غيظة وكانت يتعرفوا القانون ذلك كورة وكانت نتعرف عندما كان تبع الماضي شاهدت التغطية للمشاكي ستنسنها ثلاثة المشاكي تلعب لحد مع الصحافة المكتوبة وكان صحافة المكتوبة الجلفة كان البرامج لكن تبع في صحفة ريادية معروفة كانت اللي كتبية الجرائيذ في ذلك الوقت هذين كانت سننة ولا كتبت التبع متبع الكورة والصحفة وكان قرأت تصريف جريدة الحاكم لاراش يقول لي الوقت الذي يسالي في أي وقت الان هذا يخلق الجدر لكبير هذه التاقفة القانونية الان خلق جدر كبير نظرك الناس وان أنه فهم القانون لأن الحاكم تطبق القانون الهياء كانوا صراحة قادوا شجاعة في ديربي والتيران بيرجيغو كان عامر مع تيران صغير وديربي والناس تفاجأوا كيف يجل الاربيت وكانوا أقاوير وإشاعات وكساوة لكن الاربيت كان لاراج كان حاكم شجاعة وشفسر للناس بأن القانون ضرب الجزاء بضحدة لا يمكن أن تزيد فوق القانوني القانوني المباراة وهو القانوني الماضي بالحاضر مثل المباراة الأولمبيق خريبكو والراجل على المباراة التي سألت بجوز الجوش على البطولة في الشوط الأول جل واحد جل واحد جل واحد والاربيت كان زاد خمسة دقيق جل واحد جل واحد صالح أولمبيق خريبكو والاربيت كنت سنة لأن ديما بقيت لديك المرجع ديال العراج تعكد رات سحيسا وبقال الاربيت كنت سنة فات الوقت اللي أعطاه هو وتسنت دربات خريبكو وعض الصفر وصلت دقة 96 لو أنه تسجل الهدف كان يوقع مشكل وبندقوا عن المستوى الدولي واحد المباراة ديال بلجيكو والعراق في منذها الـ 86 الاربيت صفر نهاية ديال الشوط الأول وكورة في السماء تلعب كورناير ديال العراق وكورة في السماء وصفر الاربيت يعني يعني تلعب كورة لديع سبحان العادة بأنه إنك ضربت زاويه ولكن دربت خطأ تاستت تضربت تلعب كورة تعني ولكن عرف ولكن عرف على تقليد كانت شكوه فروعا وسأنا يقول لله لأنني لا تسجل الاربيت لا تسجل الاربيت سال الوقت سال الوقت سفر الا إلا البنالتي البنالتي اللي كنضيفه كنضيفه الوقت شكراً لك شروق على هذه الطريفة ونلتقي في طريفة أخرى إن شاء الله